مرحبا شواء بناتو كل يلقائي تابعوني اليوم شاء الله سيكون لدينا Surface Anatomy of the Foot Bones بهذا الفيديو سنتحدث عن الفوت بونز اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة شو رح نقدر نعمل لهم بالبيشن أو أي جزء من الفوت بونز احنا نقدر نعملها بالبيشن أصلا نقدر نتحسسها من السطح من السيرفس مثلا الآن أنا قاعد أعمل بالبيشن للبونز الموجودة هنا هذا بالضبط اللي رح نتعرف عليه خلال هذه المحاضرة وهي مو بالمحاضرة الجديدة عليكم هذا نعمل المحاضرة لتكونوا حد الآن معتادين عليه تابع الفيديو نكملين مع سلسلة محاضرات واليوم رح يكون عندنا السيرفس anatomy of foot bones نبدأ بأول فقرة وهي الهد أوف تلس الانترو part أو الانترو ميديل أسبكت معناته انتيريير وميديل بنفس الوقت فرح يكون مكان التلر أو التلر أو التلر هد مكان الهد أوف تلس رح يكون انتيريير وميديل بنفس الوقت للاترال مانيولاس شو وقت لما تكون الفوت بحالة الانفرجن انفرجن معناته شنو؟ معناته روتايت يعني شون معناته يعني هذه الحركة الآن تخيل هذه هي الفوت ما رح يتميلها ما رح يكون الموفمت بهذه الطريقة فهذا معناته شنو؟ معناته رح يكون الانفرجن الانفرجن اكس هذا رح تكون يعني روتايت الفوت وهذا الشي احنا تعلمناه بمحاضرات الجنيرل فلما نعمل الفوت تكون افرتد رح يكون الهد اوف ذاتلس انتيرير تو دا ميديل مانيولاس فافرجن معناته الهد اوف ذاتلس رح يكون عندي رح يكون بالبابل انتيرير تو دا ميديل مانيولاس اذا كان عدي انفرجن فمعناته انه الهد اوف ذاتلس رح يكون انترو ميديل للاترال مانيولاس هذه الطريقة يعني بما معناته باختصار انه حسب الموفمت حسب البوزشن راح اقدر احدد الهد اوف ذا تلس وين بالضبط هل هو انتراميديا للاترال مالولاس ولا انتيرير للميديا المالولاس اه الان if it's difficult to palpate يعني اذا انا يصعب علي صعب ممكن يكون مثلا اكفات person فرح يصعب علي انه احدد بالضبط مكان الهد اوف ذا تلس شنو اسوي ا human interaction إحنا تعرفنا بالمحاضرة السابقة على ال navicular tuberosity اللي هاته راح تكون هاته هو ال navicular tuberosity هاته هو ال navicular tuberosity وهاته هي ال medial marvel فعني راح ارسم خاط ما بينه ما بين ال tip of the medial marvel وال navicular tuberosity الخط الان مو دقيق مو مية بالمية دقيق ولكن الفكرة انه بالسنتر مع هذا اللاين رح يكون عندي التالر حد فهذه طريقة ايضا اخرى اعملها لمن يكون عندي مثلا فاتو بيرسون او من بين بشكل جدا واضح الهد اوف ذات اللس فالجأ لهذه الطريقة الان مثل ما قلت انه الهد اوف ذات اللس رح يكون ديب للسنتر of this line الان النافكولر تيبروستي تعرفنا عليها قبل شوية هذه هي النافكولر تيبروستي it's easily seen and palpated مو فقط palpated seen and palpated يعني معناته انه هي very prominent on the medial aspect of the foot infro anterior infro anterior يعني رح اتجه inferiorly و anteriorly infro anterior هذه inferiorly inferiorly و هذه anteriorly رح تكون infro medial ilmen sorry infro infro anterior للتب of the medial molulus يعني باختصار هذا inferior وهذا رح يكون anterior فالمنتصف مابيناتهم رح يكون هو ال infro anterior مثل ما الشمال والشمال الشرقي sorry الشمال والشرق فلي مابيناتهم الشمال الشرقي نفس الطريقة نستخدمها بوصف ال direction بالاناتومي الآن قبلها ال navicular tuberosity تقرفنا عليها عندي medial calcineal tubercle medial calcineal tubercle أو ال calcineal tuberosity قبل هذا ال calcineal tuberosity احنا تقرفنا عليها اللي رح تكون هنا posteriorly و inferiorly يعني تبين من posterior of the calcineus و بال inferior of the calcineus بالنسبة ل medial calcineal tuberosity هي عبارة عن weight bearing tubercle يعني هي المكان اللي رح يحتاج او رح يستند على الارض حتى ينقل وزن الجسم من التلس الى calcineus ومن ثم الى الجرام اللي هي الارض يعني فرح تكون عندي هذه medial malulus it's not palpable يعني ما رح اقدر اعمل لها palpation ليش ليش ما رح اقدر اعمل لها palpation لانو الطبقات ان شاء الله رح نتعرف بالمستقبل على الفوت بشكل اكثر بعد واعمق فالطبقات الموجودة هنا من السكين وال بكوتينيس تيشو وال فاشي اللي رح تعرف عليه ان شاء الله مستقبلا بسميكة لدرجة انه احنا ما رح نقدر نتحسسها اصلا لهذه التيوبركول اللي هي المفروض تكون prominent بهذه الطريقة فطبعا وجود هذه السكين والفاشي المفروض احنا فما لي روية او نعرف ليش موجودة لانو ببساطة احنا نمشي على رجلينة فالمفروض اللاترال الكالكينيال سارفس اللي يكون تحت مباشرة انفيرير للاترال ماليولاي رح يكون انتايرلي انتايرلي سبكوتينيس يعني بالكامل رح يكون تحت الجلد واقدر اعمل بسهولة الاشياء اللي رح اشوفها او اللي رح اتلمسها بال بال اللاترال الكالكينيال سارفس اللي هو الفيبيولر تيوبركل هذه هي الفيبيولر تيوبركل الفيبيولر تيوبركل رح تكون انترو انفيرير يعني انتيرير وانفيرير بنفس الوقت رح تكون هنا بالضبط طبعا بالرسم بين انفيرير مباشرة ولكن انترو انفيرير هنا ممكن تعني شغلتين ياما تعني هو بهذا الاتجاه او تعني انه احتمالية يكون منانا لهنا بما معناته حتى نوضح المسألة حتى احنا من النقر يكون فاهمين احنا شو اللي قاعد نسوي هذا inferior هذا interior اهنا هاية 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 ممكن حتى هاية هيتز هاي كلها ممكن تكون intro interior او intro inferior تمام بهذه الطريقة فاحنا لازم نصير عارفين انه ممكن تكون inferior وممكن تكون بهذه الطريقة يعني ممكن تكون قريبة جدا من انه تصير inferior تمام اه طبعا هو البالبيشن انه احنا البالبيشن هو اللي راح يحكم انت من راح تسوي البالبيشن للبيشنت او للفيرسر راح تعرف انه بالضبط هي وين موجودة انت لازم تعرف انه ممكن تكون يعني قريبة من هذه النقاطة اللي حددتها ممكن تكون inferior مباشرة اه هذه الابرز شي موجود باللاترال كالكينيال سيرفس اه الشي الاخر اللي هو البلانتر سيرفس البلانتر سيرفس ببساطة مثل ما قلنا عن البالمر مثلا البالمر سيرفس وهذا البالم البلانتر سيرفس شي يقابل البالمر سيرفس يعني راح يكون بالسول أوف ذا فوت يعني بباطن القدم طبعا لان قلنا انه اكو عندي سكين وعندي فاشة وعندي بادز فات يعني عندي طبقة من الفات طبقة من السورفش الفاشة طبقة من الفاشة طبقة من السكين و الى اخير من هاي الامور احنا نعرف انه بهذا المكان السكين تكون ثيك تمام تكون ثيك مو ثن فكل العوامل اتخليني انه صعب اعمل بالبيشن للبوني بروميننس الموجودة بالبلانتر سيرفس اما شنو اللي راح اقدر حتى وان كان ديفيكال شنو اللي راح اقدر اعمله بالبيشن بالبلانتر سيرفس او السول او دفوت فببساطة راح يكون ميديل ان لاترال السيسامويد بونز طبعا اثنين الاترال راح يبينن كأنه بون كأنه يعني بروميننس واحدة كأنه اميننس واحدة او راح تبين عبارة عن شي صلب واحد ما راح قدر اميز بين اللاترال والميديل بسهولة اه فهذه او الميديل واللاترال تمام اه هذه هي هذا مكان هات مكان السيسامويد بونز الميديل واللاترال طبعا السيسامويد بون موجودة احنا تعرفنا على هذا الشي بمحاضرة الفوت بونز أو البونز او البونز افتة راح تكون عندي بالهد بالهد او بتبينيدي بالهد والive aghetti الآن المعلومة الأخرى The head of first or the heads of metatarsals كلهم Can be palpated By placing a thumb رح نخلي احنا تجزم رجدك بعض طريقة تخيل انه هذه قدم لانه مرح قدر اضع قدمي بعض طريقة فتخلي ايدك بهذه الطريقة هنا انت من بالنسبة لي الhead الhead of the metacarpals واني قاعدة اقدر اتلمسه نفس الطريقة بالفوت انه انت رح تخلي ايدك طبعا ان ديناتك اثنين تخليهن حتى تتلمس الhead of the metatarsal bones الhead ما عليك اندني كلهن انت تقدر تتلمسه صحيح difficult نوعا ما انه تحدد منه الفيرس من السيكون من الثيرد من الفيرس ولكن still انه you can palpate them او it تمام الاندكس فنجر الاندكس فنجر طبعا مثل ما قلنا رح يكون هنا رح يكون الاندكس فنجر هنا حتى انت انت انتيرياري و بوستيري او سوري او سوبريري و انفيرياري او بالدورسم وبالبلانتر سيرفس انت تقدر تعمل بيشانه تقدر تمسه وتتأكد انه منهن الفيرس ومنهن السيكون الان ننتقل الى الاندكس فنجر الاندكس فنجر 5th metatarsal bone هذا عبارة عن البروجيكشن يكون البروجيكشن الها لاترالي وممكن شوي تكون انفيرياري ولكن يعني اغلبها رح تكون لاترالي بهذه الطريقة فهذا البروجيكشن هنا اللي اسميه تيوبروسيتي واحنا اعتادين المفروض نكون اعتادينه من اقول تيوبروسيتي وهو اكبر من تيوبركل مو تيوبركل صغيرة لاتيوبروسيتي فبمعنات انه هي بروميننت بروميننت بهذا المعنى طبعا انا رح اقدر عمللها بالبيشن وين بالمدل اف ده فوت تمام رح تكون موجودة بالمدل اف ده فوت that can easily be palpated at the midpoint midpoint هنا midpoint of the lateral border of the فوت هذا اللاترال بوردر يعني ليش ان اقال لاترال بوردر الاخر هي لانه من اقول فممكن هنانا يكون مدل تمام ممكن هنانا يكون مدل ممكن باي مكان من هذين يكون هن يكون مدل فاللاترال بوردر هذا هو لانه اني قاعد انظر الان ل يعني باطن قدم يمنى باطن قدم يمنى فهذا رح يكون هنا هذا رح يكون هذا تمام وطبعا الشخص رح يكون يعني سوبريرلي تمام هنانا عندي هذه التوبروسيتي فهذه لو ردت خط مبنات هن فمن انتصف هذا الخط المدل المد بوينت المد بوينت بوينت رح يكون هو التوبروسيتي ورح يكون بوينت الان الدورسم طبعا بالدورسم يعني الاكثر شيء اللي ابحث عنهن واللي يعني رح اعمل البلبيشن الهن هن عبارة عن المتا تارسل بوينت اذا مثلا عندي فركتر او يكون عندي شيء معين احنا عرفنا انه سورفس اناتومي شنو الفائدة من عنده عني بالفيزيكال اكزامنيشن يعني حطيت السورفس اناتومي بنفس المكان اللي حطيت بالأكسري مثلا الامر اي يعني ممكن ذني استخدم عن ممكن السورفس اناتومي وسيلة تساعدني بان اعرف الفراكتر اعرف الفراكتر اعرف انه هنا عندي فراكتر هنا عندي دي سوركيشن فمهم جدا السورفس اناتومي مهم انه نهتم بي فالشفت والفلانجيز كل اقدر اعمل من الدورسم او الدورسم او الدورسم او اللي هي هذا الان الكيوبويد 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 او الكيوبويد اللي هو احد التارسل بونس تعرفنا بالمحاضرة السابقة can be felt on the lateral aspect هذا هنا الكيوبويد فاحنا نقدر نعمل بالبيشن هو موجود على lateral aspect just posterior المن just posterior لهذه التيوبوريستي لها التيوبوريستي of the fifth متى تارسل هذا الففت متى تارسل هذا اللتل تو هذا اللتل تو او الففت ديجت وهذا رح يكون الففت تيوبوريستي هذه هي عبارة عن التيوبوريستي of the fifth of the fifth متى تارسل بون وهذا رح يكون عندي الكيوبويد بون الان تارسل ما قال هنا التوبوريستي ولكن هو رح يكون يعني من احدد ال fifth متى تارسل بس مالتا رح احدد عن طريق التوبوريستي مالتا يعني most prominent رح اقدر من خلالها انه رح يكون posterior الى رح اقدر احدد الكيوبويد الان الكيونيوفورمز الكيونيوفورمز الميديل الميديل كيونيوفورمز هو سهل انه احدد هذا هو الميديل كيونيوفورمز رح يكون anterior او distal المن لل tuberosity of the navicular رح يكون او navicular tuberosity رح يكون هو distal او anterior لل navicular tuberosity ورح يكون ايضا posterior او بمعنى الصح posterior او proximal المن هذا هنا الهد هذا هنا الهد of the first metatarsal فهنان اقدر احدد ال basemalt هذه ايضا هنا tuberosity فهو رح يكون intermediate مابيناتهم ولكن لانه عندي tuberosity of the navicular هي يعني prominent جدا فمجرد انه احدد مجرد انه احدد ال navicular tuberosity رح اقدر احدد الميديا و كونيا فورم واذا بأي فراكتر فرح اقدر اتلمس اذا مثلا كان بأي انجري رح اقدر اتلمس ورح اقدر اعمل لها بالبايشن بهذه الطريقة والسرفس الاناتومي هو اللي رح يساعدني معرفتي بالاناتومي بالسرفس الاناتومي هي اللي رح تساعدني اخر شي ال head of the first metatarsal head of the first metatarsal هذا هنان ال head of the first metatarsal رح يبين على ال medial aspect هذا رح يكون prominent اكو اشخاص يكون ادهم جدا prominent يعني يكون اكو اشبه بال malformation شي شبيه بال malformation بس ممكن انه ما يعتبر malformation بس هو يكون جدا prominent تمام the head of the first metatarsal forms a prominence on the medial aspect of the food مثل ما قلت اهنان ال head of the first metatarsal رح يكون prominent فمن ال first metatarsal من ال head وال base رح تكون بنسبة ليا prominent medially تمام بهذا المعنى اهنان وصلنا نهاية الفيديو اتمنى يكون كل شي واضح اتمنى كان كل شي واضح واتمنى منعودكم لايك شير سبسكرايب واهم شي الشير ونلتقي بفيديو اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة